اشتركوا في القناة هذا الاخير الى اليابان ودرس فنون دفاع عن النفس كما تتلمذ على يد ماساكي هاتسومو والذي كان معلما لفن نينجاتسو حصل على عدة جوائز كمكافأة للانجازات التي حققها بعد ذلك عاد الى الولايات المتحدة الامريكية واصبح محاربا نينجا من تلقاء نفسها ثم كتب كتابا بعنوان The Ninja and Their Secret Fighting Art اضافة الى هذفين ستيفن كيهاز ظهر في سلسلة شوغون سنة 1980 وانسولفد هستوري نينجا سوى تحدث عن النينجا وفن القتال الذي يزاولها ان هذا الاخير يعتبر اخر شين اوبي وهو مصطلح يعني النينجا كما ولد سنة 1972 وتوفي عام 1889 بعمر الثالثة والثمانين جال هذا الاخير كثيرا حول اسيا كما سفر الى اليابان حيث شارك في العديد من معارك الموت او النجاة اضافة الى هذا كان معلم بوجينكان ماساكي هاتسومي واحيا ثورة لتدريس فن النينجا القتالي بالمدارس براين جامبل ان المصارع المحترف براين جامبل درس نينجا سولي 9 سنوات متتارية واعتبر خبيرا في فنون الدفاع عن النفس ان خبرته فتحت له عدة فرص من قبيل لعبه دور محارب في فيلم مورتال كومبات فضلا عن ظهوره في حلقات برنامجي امريكان غلادياتورز كريستينا جيكوبسون ان هذه الاخيرة نينجا معاصرة ويلقب عليها كينواشي وتعني نينجا هونثا كما انها كانت عضوا في المجموعة العالمية لفنون الدفاع عن النفس هيلوفايم وتترأس حجد نينجاتسي واقع بكينساس ان كريستينا جيكوبسون من الاقلية الغير اليابانية الممارسة لهذا الفن القتالي كما انها شاركت بحماس فن الدفاع عن النفس مع العالم يسرها فرانك دوكس اشتهر بكونه خبيرا في فنون الدفاع عن النفس ومصمم المعارك القتالية كما انه كان مصدر الهام للفيلم الذي صدر سنة 1988 بلاد سبورد والذي شهير فيه جين كلاود المعروف بفاندام يقول فرانك دوكس بانه تدرب بكوغايا مابيشي نينجاتسي من طرف سينزو تاناكا في عام 1975 فتح مدرسته الخاصة لفن نينجاتسو المسمى تيبي دوكسوريو نينجاتسو اضافة الى هذا صمم فرانك سنة 1990 نزالا بفيلم ليون هارد وفي سنة 1993 درب الممثلين وصمم النزالات بفيلم اونلي دي سترونج من المحتمل ان يكون قد سبق لكم سمع هذا الاسم والان قد حان الوقت لتتعرف عليها ان هذا الاخير ولد في الثاني من دجمبر من العام 1931 كما انه يعد مؤسسة منظمة بيجين كان ويلقب بالمعالم الاكبر اذا فتن الى هذا فقد قدم نصائح بالافلام القتالية النينجا الاناث الايرانيات في سنة 1989 تم افتتاح نادي صغير للنينجاتسو بايران واليوم يزيد عن 3500 امرات هنا اعضاء بهذا الاخير كما يتدربن ليصبحن نينجا يستعمل بالنادي اثناء التدريب مجموعة من الاسلحة من قبيل السيوف اضافة الى رياضات كالجونباز وكل هذا بهدف تنمية فنون الدفاع عن النفس والمضي بها قدما عندما دعا سيط النادي بمواقع التواصل الاجتماعية ذهب الناس الى الاعتقاد بان ايران اسست النادي لتصنع جيلا جديدا من النساء القاتلة ذات التوجه التطرفي غير ان الواقع بعض من ذلك بكثير بحيث تقول النساء ان النادي يخول لكل امرأة الحصول على توازن عقلي وجسدي سوني شيبا ان هذا الاخير ممثل وخبير في فنون الدفاع عن النفس وحائز على الحزم الاسود في فن نينجاتسو وفي سنة 1974 لعب دورة تاكي ماتسوروغو في فيلم دي ستريت فايتر كما لعب العديد من الادوار عن فنون الدفاع عن النفس التي لازلت تحظى بشعبية الى يومنا هذا سيكو فوجيتا ولد السيكو سنة 1898 وتوفي عام 1966 في سن السابعة والستين ويعتبر آخر نينجا حقيقية وخلال الحرب العالمية الثانية علم هذا الاخيرات تقنية والاستراتيجية باكاديمية جيش ناكانو اضافة الى هذا فقد كتب سيكو العديد من الكتب المتعلقة بممارسات فن نينجاتسو ومبادئها جينيشي كاوكامي هو رئيس بانكلان والتي تعتبر عشيرة نينجا سيريين بدأ جينيشي بتعلم فن نينجاتسو في عمر السادسة من طرف رجل يدعى مأصادو ايشيدا يقول جينيشي انه لن يقوم بتعيين قائد اخر يحل ما حله بعد اعتزالها لان فن نينجاتسو لن يخول لك كسب لقمة عيش في أيامنا هذا كما لم يعد له مكان في وقتنا المعاصر ان جينيشي يعمل كمهندس ومدير متعف للنينجا فضلا عن كونه استادا بجامعات ام اي اي متخصصا في دراسات نينجا شكرا على المشاهدة ان عجبك الفيديو سجل اعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية تابعنا ايضا على حساباتنا في مواقع تواصل الاجتماعية عبر الروابط اسفل الفيديو اشتركوا في القناة